تعرف الأطار التنسيقي اليوم موحد أما يذهب بالتفاوض كأطار تنسيقي أو لا يذهب بالتفاوض جيد فهذه نقطة رأسة خليها يمك فاللي يتقبل الأطار التنسيقي يتقبل الأطار التنسيقي كل الأطار التنسيقي واللي ما يتقبل جزء من الأطار التنسيقي ما يتقبل الأطار التنسيقي فما راح يروح للإطار التنسيب لا عند خيار آخر ليش إذا ضليتم الصلبين بوقفكم وما قبلتم شرط الصدر وأصريتم أن تكونوا جزء من الإطار سيد الصدر قد عم طريق آخر يقول لك أنا روح لمعارضة أوفينكم تتحملون السيد روح للمعارضة شوف أستاذ أحمد خلوا نكون واضحين إحنا اليوم العملية السياسية والانتخابات المبكرة إجت نتيجة لإنسداد سياسي وأزمة حقيقية في العراق هم أزمة سياسية وأزمة اقتصادية وأزمة أمنية صارت والشارع طلع والظاهر وتغير قانون الانتخابات وبالتالي الناس اجت انتخبت طلعت انتخبت ففرجت هاي صارت عندنا مشاكل بالانتخابات حس قضية شبهات التجوير اللي سادت في العملية الانتخابية واليوم الدعاوة اللي موجودة بالمحكمة